قالت وزيرة اللجوء والهجرة مارولاين فابر صباح اليوم الأربعاء في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الهولندي إن هولندا تعاني أزمة لجوء وأضافت في وقت لاحق من اليوم إنها ليس لديها أي أساس قانوني لإعلان حالة الأزمة أو حالة الطوارئ لكن إذا نظرت إلى المجتمع فعندئذ لدينا أزمة لن يتم تفعيل أزمة اللجوء المؤقت المعلن عنه في اتفاق الاتلاف الحاكم الجديد في الوقت الحالي كما أعلنت الوزيرة فابر وأوضحت يمكنني أن أعلن ذلك قانونيا ثم يتعين علي اتخاذ خطوات قانونية معينة ويجري تطوير الخطط في وزارتها للقيام بذلك إنها تريد تقديم مقترحات أي خطط جديدة ضد اللجوء إلى الطاولة بالقرب من برينسستاخ وهو الموعد السنوي في سبتمبر عندما يتم نشر مقترح ميزانية العام المقبل فقط ملاحظة البرينسستاخ أو يوم الأمير هو يوم خاص في هولندا يحدث كل عام في الثالث من سبتمبر في هذا اليوم يلقي الملك خطابا ليخبر الجميع عن خطط الحكومة للسنة القادمة وفي المشهد السياسي في مدينة لهاي دانهاق حيث مقر الحكومة الهولندية يستخدم مصطلح أزمة اللجوء بانتظام منذ صيف عام 2022 لماذا؟ لأن مركز تسجيل طالب اللجوء الأساسي في ترابل كان مقتضا بالفعل في ذلك الوقت ومع ذلك فقد تم منح هذا المصطلح وزنا إضافيا بسبب اتفاق الاعتلاف بين حزب الحرية، حزب البي بي دي، النيو سوشيل كونتراكت، والبي بي بي وقالت المفوضية الأوروبية من قبل أن الحكومة الهولندية لا يمكنها أن تعلن فجأة عن أزمة اللجوء اختارت فابر الآن الحديث عن أزمة اللجوء بسبب تقرير حديث نشرته صحيفة التليغراف وهي صحيفة يمينية حول سفر بعض اللاجئين إلى بلدانهم وقالت أيضا الوزيرة فابر لقد رأيت ذلك في ترابل حيث تأتي الحافلات ينزل منها الناس مع حقائبهم لم يأتوا عبر مطار شخيبول لقد جاءوا ببساطة عبر البر وذكرت الصحيفة أنه في الشهر الماضي تلقت دائرة الهجرة الجنسية الـ IND أكثر من 39 ألف طلب لم شمل ولا يزال من غير الواضح كم من تلك التي سيتم الموافقة عليها قالت الوزيرة فابر كل شيء مزدحم الآن ولم ترغب الوزيرة في الكشف عما ستفعله بشأن تدفق طالبي لجوء وقالت إنها ستعمل بالتأكيد على إيقاف ذلك حاليا أنا ملتزمة بالقوانين واللواح قالت الوزيرة أيضا إذا تمت الموافقة على قانون أزمة اللجوء لن تتم معالجة طلبات اللجوء الجديدة في الوقت الحالي سيتم تقليص الاستقبال بشكل كبير وسيتم ترحيل المهاجرين المرفوضين قصرا بسرعة أكبر كما سيتم تجديد المراقبة على الحدود وحذرت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي من إن هولندا لا يمكنها أن تعلن حالة الطوارئ بمفردها وقالت المفوضية التي تراقب القوانين واللواح الأوروبية التي تلتزم هولندا باتباعها إن للقيام بذلك يجب على الحكومة الهولندية أن تثبت إنها لم تكن قادرة على حل مشاكل الاستقبال بأي طريقة أخرى غير إعلان حالة الطوارئ شكرا على المتابعة أتمنى لكم يوما سعيدا ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر